مساء الخير عن جديد إن شاء الله تكونوا عم بتقضوا ليلى مليئة بالحب والدفا مع كل أشخاص اللي بتحبوهن وإنما كنتوا بلبنان أو بالخارج الليلة عم نطلع عليكم بحلقة مميزة من موقع مميز إلو مكانة تاريخية ورمزية دينية كبيرة وهو دير سيدة المعونات بجبال هذا الدير اللي بيقع على رابية مطلع على شاطئ جبال ومحاط بالعديد من المعابد والكنيقس القديمة على اسم السيدة مار سمعان العمودي مار تقلة العديد من الزوار والمقيمين اللي تركوا بصمة فيه وبتاريخه رح نتعرف أكتر على هيدا الدير والمراحل التاريخية تابعه مع الأخ إلي سماحة ينعاد عليك فرار إلي عاد عليكم أهلا وسهلا فيكم الحمد لله يعني عادة ما نبلش نحن بأهلا وسهلا فيك ولكن نحن اليوم عندكم فبدنا نشكركم على الاستضافة الحلوة وأكيد تحية كتير كبيرة للأب فريد مجبي الرئيس الدير كمان على استضافته لألنا ولا تليفزيون لبنان بهالعيد أهلا وسهلا فيكم دير ديركم فرار اليوم عم نشوف الدير يعني دير مبين كمان صلو عمر وتاريخي كتير كبير خبرنا بلاوحة سريع عن تاريخه تلفط أكتر بالتفاصيل اللي قطع فيه نعم دير سادة المعونات معروفة بالمنطقة بدير البنات دير البنات إلى كذا قصة بس أبرز قصتين فيهم هنه أنه أول قصة أنه البنات الفينيئيات يعنيين فنقية من 4000 سنة وأكتر كمان هنه عم يتوجهوا على مغارة أفقة يتوقفوا بهالمنطقة هون ويمسوا شعائرهم الدينية وصلواتهم يرتاحوا شوية يرجعوا يكملوا لفوق لحتى يقدموا الزباقي للآلهة طبعا هادي أول قصة القصة الثانية أنه في أحد الأمراء أخذ من هالدير هون مركز دابانيتو البتولات بهدف أنه يعيشوا عيشة الرهبات المتعبدات هادي أبرز قصتين لهالتسمية دير البنات بس بيظلوا ما في شيء مستندات رسمية بين إيدينا أبرز المستندات هي مؤخرا مش مؤخرا يعني من سن 1800 وقبل كمان شباز غيري بالمرسلات العامة اللي كانت تصير بين الأديار مباين الرئاسة العامة وديرنا هون مكتوب دير جمهور ودير دير سيدة المعونات يعني هذا المعروف فيه بس بالمنطقة هون معروف بدير سيدة البنات نعم من قبل 1800 هو الدير هون فعليا استلمناه سنة 1770 من الأمير يوسف استلمناه كان مش متل ما شايفينه هلأ منو هالدير الكبير الضخم كان فيه كذا أبو أبو لجوبة شوية صغيرة رجع تعمر هالأبو نحنا العاشين فيه هون ومن ثم اتعمر طاب الأول وطابق التين هم نحكي عنهم بعد شوية صغيرة يعني احنا هلا قاعدين بأحدى أقدم الأجزاء كمان للدير نعم اللي بترجع للألف وثمانمية صحيح أو قبل شوية صحيح فرار اليوم كمان نعم نشوف أنه الدير معروف كمان بدير البلاء خبرنا أكتر كمان عن هالتسمية دير البلانة البلانة إذا بتلاحظ أن تطيع اللي عنها دير يقع على هضبة هالهضبة منها مؤهلة أنه تكون تنزرع ما فيها التربة الخاصة للزراعة وإذا بتلاحظ أكتر شي شفت أنه حضرتك أنه في عنا هالجبال وهالشوك الطالع فيه اللي هو البلان وهالشجر اللي هو الثرو شجر الحرجي يعني وفاكر مال هيك بيمبط أكتر شي البلان بهالمنطقة فاكر مال هيك سمو البلان وحاليا الأرض الزراعية اللي اللي عم تشوفها هلأ هين من شغل الرهبان هن اللي تعبوا فيها جلالوها زبطوها ليزرعوها بس الدير استلموه هاك كان كله جبال صخرية وقليل ما في التربة صارحة للزراعة عم نشوف كمان يعني أكيد عم بيقطع صور نحن وعم نحكي تايتعرفوا العالم أكتر على الدير عم نشوف العديد من الأشجار الأشجار الفاكهة حامض ليمون يعني العديد من الأشجار كمان اللي بدا عينيه شوي والباعتقد الرهبان عم بيقوموا بهذا الشغل كله صحيح اليوم مفرر إليه كمان عم نشوف انه دير بلش بمحل صغير وصار يتوسع أكتر وأكتر خبرنا بمراحل التاريخ كمان كيف تحول الدير من دير لمستشفى للعديد كمان من المراكز يمكن تساعد العالم بالفعل الدير تأسس بلش يتطور سنة تقريباً لـ 1911 ما قبلش فاي صغيري مع الأيام القبل عام نعم طلال كفري سنة 1913 استلم عين العين القبل غناطوس لغير التنوري عينوه أب عام للرهباني ومنسمى بنفس هالتاريخ كمان هالدير تأسس ليكون مركز رئيسة عامة هلا اذا بتلاحظ متل ما حكينا ما كان دير مؤهل ليكون دير رئيسة عامة بتعرف لأنه بس يكون في رئيسة عامة يعني فيه زيارات انونية فيه سفرة بدا تجي فيه يعني راح يبدأ مفروض يكون دير كبير فمن هالتاريخ بلش التطور تطور البناء بالدير أكيد بلشوا يعمروا الجهة الشمالية والجنوبية بالدير والمماشي مت ما شفتوهن هلا فوق كلنا ما رأنا فيهم وبلش العمران بطرق متقطعة متل ما حكينا الكوريدورات الشمالية والجنوبية مع بعض القلالة اللي هي القلالية مطرح ما بيستنوا الرهبان مطرح ما بيناموا الرهبان وتعمرت الكنيسة اللي حاليا شفتوها هلأ التارانيم عم نشوفها فيها تعمرت سنة 1913 تقريبا طوروها وبتشوف كمان بهديك الفترة كانوا الرهبان كمان يهتموا بالدروس الموسيقية والدروس للرسم والفن والنحت ومنشوف الصورة العذرة الكبيرة الموجودة بحنية الكنيسة حنية المطبح هي شغل راهب من عنا كمان هو الأبنة عم طلّى المعادة يلي الرهباني لاحظت قداش هو شاطر بالرسم وبالنحت فبعتطته أول شيء ع بيروت ليتعلم فن النحت تحت ورجع بعتطته ع بلجيكا بهاديك الأيام كلمال يبرع بفن النحت والرسم وحالياً منشوف بكذا كنيسة خصوصي بالمنطقة هون لأنه هم من منطقة جبال بكذا كنيسة منشوف رسوماته الحلب والمميزة والاسم الأكبر يلي هو نشايد عجمة بترمم ونحفظ بطريقة مميزة شو حلو كمان يحفظوا يعني على أشياء كمان الرهبان قاموا فيها مثل ما ذكرت الرهبان قاموا يمكن بإعادة تأهيل الأرض الزراعية يمكن كملوا كمان بناء الدار بأيام 1800 ولكن كمان بعدهم اللي هلأ عم بحطوا من حالهم كمان بالدار إن كان بالنحت إن كان بالفن وإلى ما هنالي خبرنا أكتر كمان عن الشخصيات اللي مرت على هيدا الدار يعني في عبر التاريخ العديد من الشخصيات يمكن سكنوا بالدار أو مروا الزيارة خبرنا كمان عنهم أكتر مرأة كتير رئاسة عامين بالدار هون بس من أبرزهم كان فيه مثل ما شفتوا بعضوا مطفون هون الأب العام غناطيوس زغير التنوري مرأة بفترة الرئاسة العامة تقريبا 26 سنة وهذه فترة مهمة أنه يكون نحن عدتان 6 سنين فترة الرئاسة العامة بس بحسن سلوكه بحسن حكمته قدير يكمل لفترة 26 سنة ومن أبرز اللي قام فيه بالحرب العالمية الأولى هي أنه كل أراضي الرهبة يرهنى لصالح الدولة الفرنسوية مقابل مليون فرنك دهب فرنسوي لتعم الفقرة والمحتاجين بوقتها لأن الدار هون والمنطقة كلها كانت منطقة منكوبة يعني هون كل الدار هون كان منكوبين ومهجرين بجولة عنا هربا من الظلم التركي بوقتها نعرف العديد من الأشخاص بأيام الحرب بيلجأوا للدار كمان وبيلجأوا للمحلات الأمنة شوي فهذا كمان بيزيد الشغل يمكن وأكيد يعني الأب بيشغل كتير حلو تضل 26 سنة هدا كمان يعني شي كتير مهم وبعتيد هون بالدار بعدكن لهلأ يمكن بتستعبروا بأعماله وبترجعولهم كمان أكتر وأكتر طبعا طبعا في كمان بالدار مكتبة غنية بالمخطوطات والكتب كمان الكتير مهمة خبرنا أكتر عن هيد المكتبة بالتحديد وشو أبرز الكتب اللي بتضمه حاليا المكتبة مش كلها موجودة بالدار لأنه بتعرف المخطوطات القديمة بداعينة كلا السوس مبعوطين على جامعة ترحدودس بالكسليك هونيك بيهتموا فيهم وبيرمموهم وبيرشوهم مواد تيداينو أكتر فيها غنية كتير بالمخطوطات فيها كتب تقصية قديمة جدا من 1700 ك 1800 حتى يعني كل عصر الليه كتبوا فمحفوظين كلهم من وقت له هلأ حتى كتب الليهود اللي كانوا يدرسوا فيهم على الإخوة نحنا ما ذكرنا أنه سنة 1914 وبفعل الحرب الكونية اللي كانت على لبنان وبفعل الظلم الطركي كمان موجود كان بوقتها سكروا مدرسة اللي هوت عنا بنسباي بغسطة ويجبوهن كل الإخوة الدارسين لهون على المنطقة على داير جبال وبنفس الوقت منشوف أنه مش بس طالنا نحنا كرهبنة للظلم بل طال عدة رهبنات منهم رهبنة يسوعية يعني كمان سكروا ببيروت وإجوا التلميزون اللي عندنا اللي هون على الدار كرميل يدرسوه وهذا كان كمان أبرز الأسباب كرميل يكبروا الدار عندنا حتى يساع هالكم الهائل يعني عم نحكي فوق المئة شخص إجوا قعدوا هون بالدار بفترة معينة موحدة من الوقت نعم كرميل يتعلموا فرير إليك بس نحكي عن دار يعني منعرف أنه في رسالة دينية كتير كبيرة ولكن دار سيدة المعلومات عنده العديد من الرسائل كمان خبرنا أكتر عن هالموضوع حاليا دارنا نحنا هون بيهتم بثلاث أمور في عنا الأمور الدائرية في عنا الأمور الرعائية وفي عنا أمور الزراعية كمان الرعائية مقصومة أسماين في عنا نحنا برعية مارجيريس جبالي اللي هي أكبر رعية بجبال حاليا بيخدمها مسؤول عنا أب بير جون فول وكل الأباء والأخوة بيعونوه تحت يعني مثلا إحنا الأخوة بننزل حدا مسؤول عن طلاقع حدا عن الشبيبة حدا عن الفرسان حدا عن السكوت كمان عن الكشافة بالإضافة لها الشي كمان الفرع الثاني في عنا المستشفى قريبة مننا هون عالتالية الثانية كمان بينزل أبونا من عنا بيهتم بالمرضة باعترافاتهم بينولهم بيمشحهم في عنا كمان تحت بإضافة لها الشي في عنا الأمور الزراعية أمور الزراعية اللي هي نحنا دائنا بنتاز فيها إنو كلها منتجات عضوية أبدا ما بيحطوا منتجات كيموية وزيادة على هذا الشي عنا بالدير هون في عنا مركز ثقافي وحاليا عم نشط التعليم الكاتوليكي التعليم الكنيسة الكاتوليكية كل جمعة بيجوا الناس لعنا بيعدوا عنا ونشرح لهم التعليم الكنيسة الكاتوليكية وكمان منعلم اللغة السريانية للبي حب أكيد أكيد كمان في كتير عالم يمكن مهتمة أكتر بهاللغة أو بحيلة شي تاني هلأ بصير عنده كمان مرجع تقدر توصله تتعلم أهلا وسهلا فرير إليه في 1947 تم بناء مستشفى أو بلش الدار كمان يهتم بالأمور الاستشفائية واتطور هيدا الشي الرهبين كمان طوروا هيدا الشي صاروا هني يديروا المستشفى يوموا بتطويره أكتر وأكتر خبرنا كمان عن هال فترة بالتحديد وكيف واصلت توصلنا لليوم صار فيه مستشفى سنت السبعة واربعين افتتحوا الرهبين بسوق جبال افتتحوا متل مبنى صغير هو كمستوصف بلشوا فيه بعد فترة سنة سبعة وسبعين تقريبا شايفوا انه كترة الناس حتى عم يجوا يستشفوا بحجة لاستشفى فقرروا ينقلوا المستشفى من تحت المبنى عمروا مبنى هون على الطل المقابلة للدار وبلشوا في المستشفى تحت حاليا المستشفى كتير كبيرة فيها ما عندي فكرة عن عدد الأسرة المزبوطة اللي فيها بس فيها فوق الميتين تلات ميت تخت يعني وفيها كمان علاجات متطورة وفيها حتى مكانات متطورة للتشخيص وزيادة عن هاشي سنة الواحدة وثمانين عملوا معها التمريض يعني حاليا كان بالكاستيك جامعة الكاستيك هلأ نقلوا لهون لعنى على المستشفى وزيادة عن هاشي كمان صار فيه عنا معهد فاكلتاماتسين يعني بيتعلموا الطب الفرع الطب نعم نعم وهذا كمان يعني منشوف انه العديد من المستشفيات الجامعية بتوصل لهالمرحلة كمان فصارت المستشفى على مستوى هول المستشفيات كمان الموجودة على أرض لبنان نعم فرار لما نحكي كمان عن الدار عم نحكي كمان عن اهتمامه بالرهبان المتقاعدين وهيدا جزء كتير مهم كمان جزء كتير كبير من رسالة الدار خبرنا أكتر عن هالرسالة بصراحة أنا إلي هالشانس الحلو أن نعيش مع الرهبان الكبار الرهب الكبير أنا بحسه أينون حي أنت بتعرف الرهبان بيمشوا على الأنون فهالراهب اللي عم بتشوفه قدامه كان يقل له 75 سنة بالرهبانة فات عمره 12 سنة وهلأ عمره 90 يمما 80 يمما 70 يمما هم هو بالنسبة لإلي مدرسة مش بس لإلي لكل الإخوة نحنا عيشين معهم مدرسة يعني مابق تخيل بس شوف هالأبونا الأنجا يقدر يمشي بيقوم من قوته على الكنيسة قبل بربع ساعة عشر دقيق كما ليوصل على الكنيسة واحده كما ليقعدوا يصلي ويصلي معنا أكيد نحنا أنا هاد أكبر مدرسة لإلي وكمان زيادة عن هاك الإخوة وأنا كل ما نفوت لعندهم إذا بدهم في أباء ما فيها نحنا بدهم اهتمام طبي مميز الرهبان اللي نحنا بنتعطى معهم أكتر شي ما بتصدق كل ما نفوت لعندهم ونطلع مش حاب يتدوي بنا نعطيهم نتعلم منهم شغلة وهيدا الدير هون كمان بدك تقول أسس من أحد أهدافه ويلي هدني الرهبان الكبار يلي صاروا عتا قاعد ما بوقعهم يشتغلوا ويخدموا حتى يقعدوا هون بآخر حياتهم أكيد والمستشفى قريب عليهم يعني طول ما هو بيقدر يهتم بحاله قاعد هون إذا ما بيقدر يمشي كمان قاعد هون إذا مش بيحجر المستشفى وإذا الله لا يقدر صار له شي مستشفى قريب علي نعم في عندكم كمان محل تروحوا نعم أفرار يمكن الموقع بحد زيته حجار بالنهاية ولكن الأشخاص تنه اللي بيعملوا تاريخ للموقع وبيخلوه هيك ينبط بالحياة وبعتقد الرهبان اللي يمكن أكبر عمر كمان عندهم قطع عليهم كتير أشخاص مواقف يمكن ذكريات بيقدروا يشاركوها وبتطلع لهم كمان نوع من الحكم اللي بيقدروا يشاركوها مع غير الرهبان كمان فهدا شي كتير مهم أنا كمان هون بدي أخد دقيقة كتنشكر كمان لإخوة المرنمين بيار دريان واتوني بوتروس كمان اللي شاركونا ونعم طلع شهوان اللي كان على الأرغ كمان عم بيكونوا عم يقطعوا خلال الحلقة عم بيرنموا ويفوتونا أكتر بأجواء العيد فرير من يوم شو رسالتك لللبنانية بظل الظروف اللي عم نقطع فيها منعرف إنه كل عالم عم تقطع بظروف صعبة ولكن هيدا العيد بالتحديد هيك بيقوى إيماننا يمكن بيخلينا نآمن بالمعجزات شو رسالتك لللبنانية بدي هني كل اللبنانية بيعيد الميلاد ورسالتي لقلهم أنه إن شاء الله سنتجا تكون أحسى من هالسنة لأنه نحن المسيحية مفروض يكون عنا أمل لبعدين وعيشين على رجا كمان فعلى الأمل والرجل بدنا نعيشه إن شاء الله اللبنانية تحسن سنتجا إن شاء الله يعني كمان كلنا نضل نقول إيماننا لازم يكون قوي لازم يكون عنا أمل لأنه هيدا الشيء الوحيد اللي بيخلينا نكمل بدي أشكرك كتير الأخي اللي يسمحها وبنرجع بنشكر كمان الأب فريد المجببي الرئيس دير سيدة المعونات على استضافتكن لألنا وعا كل المعلومات كمان اللي عطيتنا إياها عن هيدا الدير وبعتيد العالم صار عندها حشرية تجي تزور تشوف كمان هيدا الدير وتتعرف أكتر على تاريخه أكتر وأكتر وأكتر مرسي إلك وعنا جديد ينعاد عليكم ولكل الرهبين كمان الموجودين مرسي كتير من دير سيدة المعونات رح نلوح على باسكنتا مع رابطة كاريتاس والمنتج المنافذة باتريسيا سماحة تايعيدوا عائلة عايشة بباسكنتا ورجعونا بهذا التقرير